للأفلام قدرة خاصة على إنها تنقلنا لعوالم مختلفة وأحياناً بتغير حياتنا كل واحد مننا مرتبط بفيلم بيحبه جداً فيلم مهما تفرجنا عليه مش بنزهق منه وأحياناً فيه أفلام بتخلينا نشوف ونفهم حاجات عمرنا ما كنا نعرف أو نتخيل إنها ممكنة النهاردة حنصلت الضوء على فيلم من أهم أفلام مهرجان الجونة السندي رفعت عيني للسماء الفيلم اللي كسب جيزة أحسن فيلم وسائقي في مهرجان كان السينمائي في الحلقة دي أيمن الأمير وندا رياض صنع الفيلم بالاشتراك مع مجدا مسعود بطلة الفيلم هيحكولنا عن تجربتهم في مهرجان كان شعورهم بعد ما كسبوا الجايزة وإن رسائل اللي حبين يوصلوها من خلال الفيلم ده بودكاست جونا فيلم بود البودكاست الرسمي اللي حيغطي أهم أحداث وفعاليات مهرجان الجونة السينمائي من إنتاج تي بي بي مساء الخير مساء الكل أنا طبعاً مجدا مسعود بطلة فيلم رفعت عيني للسماء معنا وأستاذ أيمان وندا أنا وسائل أهلاً بيكم تعالوا نتكلم بقى على الفيلم شوي أعيز أعرف منكم أنتم شايفين الفيلم إزاي أو اللي بيميز الفيلم من وجهة مظارك أنتم أنت يا مجد أكتر حاجة بالنسبالي حلوة في الفيلم أن أنتم مجموعة من البنات اللي تتحبوا وتدخلوا القلب بسرعة وأشقية وصعيدة وجدعان فدي كلها حاجات بتخلي اللي بيتفرج يحب الفيلم ويحبوك بس في حاجات كتير يا تالي ما منشوفهاش مؤخراً على السينما كتير يعني تالي بقى لنا خططرة طويلة ما منشوفش فيلم بيحصل في الصعيد فأعطاق إن فيها أماكن كده ما منشوفهاش خلص ما منشوفش فيلم مثلاً طول الوقت فيلم بيتصور في وسبوعين ثلاثة ما منشوفنا فيلم بيتصور على الأربع سنين فإحنا منشوفك ومنشوف البنات بيكبرهم لما كان عندهم 16-17 سنة لغاية 20-21 في كل دي حاجات بتميز الفيلم فكل أعتقد إن المراهقة وبداية الشباب أعتقد إن يحتاجين شو أفلام في المرحلة دي كتير أعتقد إن دي حاجة بتميز الفيلم طبا ساعات الميزة بتبقى يعني فيها عيب شوية يعني ما زهقتوش من الأربع سنين ما زهقتوش وانتم معنا أنا شخصيا ما زهقتش لأنه كان عندي فضول أعرف فيحصل لكم إيه وكل واحدة فيكو عد حقها حلمها أو عد تعمل لي عايزية ولا فبالعكس ده احنا كان عندنا صعوبة إن احنا نوقف تصوير نفس الإجابة بالزبط أنا بيتها يعني أنتم كنتوا حاجة نونونا كتير يعني بس يعني على ما تعتقد إن إحنا كنا هنجننكم برضو فالموضوع ممتع وفي نفس الوقت طول طبعا بس آه يعني على ما تعتقد إن إحنا اللي تنفضلنا كتير قوي على بل ما اقتنعنا إن إحنا نسيبكم ونوقف تصوير عشان اتعودنا عليكم ما تشلتوش يعني الحمد لله بس أنتكم مكنتش مصدقين حقا نخلص تصوير في آخر مرة أنا فاكر عادت فترة كنت أقول لها أنتوا أكيد جاين تاني أكيد جاين تاني أيوة إحنا لحد الوقت إحنا مش مصدقين إن إحنا خلصنا أصلا طب إحنا طبعا كنا مبسوطين بكان وعمرنا ما رحنا كان ولا شفناه بس كنت عايزة أعرف برضو من وجهة نظرك وإي حساسكم بكان أو كنت حسين بي طيب أنت الأول كان واحد من أهم المهرجانات في العالم يعني طول وقت وإحنا زغارين ما منكبر ومنتعلم سينما أو عايزين نعمل أفليم أو غيره أغيره أعتقد إنه هو في كم مهرجان كده كل الناس بتبقى عايزة تعمل أفليم عشان مش عشان بس وتعرضها نيك لأن طول وقت بيبقى فيه اكسبوجر أكتر الناس بتتفرج أكتر على الفيلم بيبقى فيه تقدير أكتر حفاوة أكتر وكمان بيبقى فيه تمكين سواء لصنوع الأفليم أو الأبطال والبطلات إنه هما يروحهم في حتة أبعد في الكارير بتاعهم فأعتقد إن كل ده يحصل بالفيلم ده بالزيت أعتقد إنه دي حاجة بالنسبة لي خاصة جدا لأنه كمان مش أي فيلم يعني عشان كل قلته ده إنه هو فيلم بتصارع أربع سنين في بنات من صعيد مصر فيلم أنا بالنسبة لي شخصي جدا وفيلم بالنسبة لي كمان خاص بكل بنت من البنات وحاسن كل حد عيشوف نفسه فيه فبالنسبة لي إنه كل ده كمان وكمان مهرجان كان ونكسب جايزة مهرجان كان أعضاقنا دي كانت حاجة سنة بالنسبة لنا كبيرة طيب إحنا كنا متوقعين إنه إحنا نكسب جايزة يعني مش عارفة ده أنتو كنتم متوقعين ولا لا لا خالص بالعكس إحنا أساسا فضلنا بيومين زعلانين جدا وقلقانين عشان أنتو كانتو عندكو أمل كبير قوي وحاسين أنكو متأكدين أنكو هتفوزوا بالفيلم وإحنا مش ضمنين خالص يعني كان فيه 22 فيلم تاني بيتنفس على نفس الجايزة دي وأفلام لمخرجين كبار قوي وبميزانيات عالية قوي وليها مكانتها يعني فما كناش حاسين أن يعني طبعا فيه طول وقت أمل بس مش حاسين يعني وأعمالين بقى نقول طب وإيه ده والبنات هتزعل طب هنقول لهم إزاي طب تعالوا أن أحضرهم نفسيا أنه ممكن ما نكسبش بس مش عارفة فإحنا غلبناكو طيب أنا متحميسة جدا لعرض الفيلم في الجونة أنتو حاسين بإيه طيب حاسين عايزين الناس تطلع فهمة إيه أو حاسة إيه من العرض بكرة أو عرض لما يتعرض في الجونة أنا حابب أن كل حد يشوف فيه نفسه يعني سواء عنده أحلام سواء عنده صموحات شابه صغير في بداية العشرينات زيكم حابب الناس تشوف مصر كمان بشكل مختلف حابب الناس تشوف الناس عايشة تحت معينا تمام بس يمكن الميديا ما بتعبرش عنهم كتير ما بتشوفهمش كتير ما بروحش أبعد من القارة أو اسكندرية أعتقد أن ده فرصة عظيمة أن احنا نشوف الناس شابهنا بس بعيدة يمكن يمكن خمس ست ساعت بالعربية مش بعيد قوي بس في الآخر هم أهلنا ومعينا فمحتاجين كمانهما يطلعهم على الشاشات زيهم زي أحد تاني فأعتقد أن ده حاجة مهمة أن احنا نبتدي نشوف أبعد من الشارع اللي احنا عايشين فيه أبعد من الحي اللي احنا عايشين فيه نشوف أبعد ونحاول نتواصل مع بعض نحاول نفهم بعض كلنا مختلفين بس أعتقد أن الاختلاف ده سر قوتنا مش العكس وأنا نفسي أن الناس لما تتفرج تطلع حاسة بالأمل وتبقى مقدرة قد إيه البنات لما تحط في دماغها حاجة ولما تصر على أحلامها ممكن تغير حاجات كتيرة قوية في الدنيا يعني بيتهيق لي مصر كلها فرحة بصوركو في كان والبنات كمان من الصعيد ومن كل حتة لما شافوكو كده على الـ red carpet في كان والأغنية شغالة وصوتكو مسموها في كل حتة في الدنيا حاسوا بالأمل حاسوا أنهم ممكن يحققوا أحلامهم وأنا حاسنا أن دي حاجة نشسي أن الناس لما تتفرج تحس بيها حاجة ملهمة نفسينا الناس كمان تبقى زي ما كده خلال فترة الفيلم كان عندنا إلهام كتير منكم ومن البرشة ومن حواراتنا الشخصية ومن الماتيريا اللي كنا بنصورها ومن حواراتنا مع بقية زميلنا اللي بيعملوا الفيلم معينا مهند الصوت والمديروني التصوير وغيرهم وغيرهم حابين النقاشات دي كمان تبقى مع جمهور والفيلم يطرح أسئلة كتيرة ليه علاقة بالشباب في مصر ليه علاقة بالستات ليه علاقة ومش بس ليه علاقة أنهم ينبسطوا علاقة الفيلم ممتع يعني أنهم يتفرجوا وينبسطوا ده كمان حاجة مهمة وهتحكم معنا برضه ويتحكم ويعياتهم ويعياتهم ويسمعوا أغيني ومزيكة علاقة الفيلم فيه علاقة كتيرة جدا زي أي فيلم بنشوف في السينما يعني الفرق بس أنه هو بيحصل في الصيد أشوفوا حياة كاملة كمان يعني حياتنا كلها في العشاشة بالضبط طيب هو هتعرض في السينما أنا لهم ما كنتش متخيلة أنه أصلا هيروح كان يعني كنت متوقعة شوية عشان أنتم شاطرين مش هشكر فيكم ويعني بشكر فيكم من وراكم وقدامكم بس يعني تمام كان وروحنا كان بعدين جونا فرحنا وتحمسنا بس مش كل شوية شوية السينما وشوية شوية مش عارفين هيروح فين بعد بس يعني حكولي شوية عارضه في السينما أنا من نسبي لي عارض في السينما مهم جدا لأن دي الخطوة بقى الطبعية من نسبي لي لفيلم تمام اعتارد في كان، كسب جائزة الناس هتشوف مهرجين يجرون أعتقد أن دي الخطوة الطبعية إن الفيلم يروح السينما وبيصب عليها جدا إن يعني الفيلم اعتارد في السينما معت của فرنسا واعتارد في الدنمارك واعتارد في إيطاليا واعتارد في أمريكا في السينما معت nacional الجاية. فيصب علينا الناس تشوفوا في كل الدنيا ومتشوفوش في مصر عيب. في الاخر احنا يعني كنا برضو محظوظين ان في ناس امنت معنا بالفيلم. وحننزلوه في السينمات يوم ستة نوفمبر. فدي بقى اللحظة مهمة جدا لان هنروح بقى لفاقة من الجمهور اوسع بكتير. طول وقت ممكن يبقى فيه الجونة برضو مهرجان الجونة جمهور الجونة. كان جمهور كان. بس بقى نروح بقى للجمهور الاوسع ونشوف شباب داخل السينمات وبنات داخلين السينمات وطلبة وناس كبور داخلين السينمات. اعتقد ان دي ايه حاجة لحظة بالنسبة لي يعني يعني مش عارف اقولك ايه. انا عايزة اقول ان احنا لما عرضنا في فرنسا وعرضنا في شكاغو. اه في اتنين ستات. واحدة في فرنسا واحدة في شكاغو طلعوا يعني جانوا لنفس الكلام. نفس اللي حسوه. نفس. فحسيت انه يعني نفس المشاكل في المجتمع ده هنا وهي نفس الناس اللي بتحس نفس البنات اللي بتحس هنا ونفس البنات اللي بتحس هناك. بزبط. وانا ليسا حاضر عرض في برلين وكلون وفي المانيا العرضين وعرضين نفس الحاجة وللناس مزو تتأثر جدا في اخر الفيلم وبتضحك معيك وبتعايت معيك وفي مشاهد بتتخط فيها جدا مش احرق الفيلم بس في يعني في تفاعل عظيم من الجمهور. طب احنا الناس مش مش عارفة الفيلم يعني في ناس ما شافيتش الفيلم اكيد او مش هتلحق تشوفه فاحنا ممكن يعني ممكن نقول لهم حتة بسيطة كده من غير ما نحرق الفيلم. جميل هقول. آآ رفعت عيني للسماء فيلم عن مجموعة من البنات من قرية فيلمانيا. آآ الموهوبات جدا. وبيحلموا ان هما يكونوا فنانات مغنيات وراقصات ومخرجات. آآ بيعملوا فرقة مصرح شارع. بيانزلوا الشارع في القرية بتاعتهم ويعملوا عروض آآ لاهالي القرية. آآ واحنا بنتابع ثلاث شخصيات رئيسية. مجدا مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف. آآ وكل واحدة عندها حلمها. آآ وبنشوف على مدار أربع السنين هما هل بيقدروا آآ يحققوا أحلامهم وإيه اللي بيحصل في حياتهم وهم بيكبروا. طيب أنا عايز أعرف منكم مين يعني مين أكتر حد فينا تعبكم. يعني آآ حقلنا عننا شويس. آآ بوسي يعني في الأول أكيد لما كنا من جيلكم آآ أكيد ما كنتوش عارفين عن أنا كتير ما كنتوش عارفين عن الكاميرا كتير ازاي بتشتغل ازاي عن صور. فاكرة لما كنا آآ قلنا لكم صوروا أفلام بنفسكم وديناكم كاميرا وديناكم فاكرة. آآ وبديناكم كلاك عشان تجربوا تعملوا أفلام وتشوفوا الأفلام بتعامل ازاي واحساسكم قدام الكاميرا وورا الكاميرا. فتا كان بالنسبة لنا مهم انكم تعرفوا أكتر عن السينما وتأثيرها ازاي وبتشتغل ازاي. وده مرحلة وبعد كده مرحلة تانية بقى ان ان احنا نبقى جزء من حياتكم. انكم تنسوا وجودنا. ده قاعد فترة لو تفتكري في الاول كده كان في ناس كدير بتبص على الكاميرا. مونيكا. بتيجي تسألنا انتم بتعملوا ايه وبتصورهم ليه وانتم مين. فده بقى اخد وقت لغاية ما اخدتوا انتم على وجودنا. آآ وبقينا معيكم طول الوقت. وكمان بقى نقطة مهمة ان احنا نصور شخصيات حقيقية ومنصور في اماكن طبيعية. ففي اماكن دي طول الوقت ما بتبقاش مجهزة مية في المية للتصوير كصوت وكصورة وكمساحية تقول الكاميرا. فكل ده كمان كان محتاج تحط في الحسبين. عشان زي ما ما قلت لكم نبقى موجودين. بس برضو مش موجودين. يعني جزء من حياتكم وروتين حياتكم الطبيعية. فده اخد وقت طبعا. وفي يعني الحاجات برضو اللي احنا نصور حياة مستمرة. ففي الحاجات محتاجين نبقى جهزين وموجودين زي فرح زي مش هحرق برضو حاجات في فيلن. بس في احداث ضخمة بتحصل. وحتصور مرة واحدة فليزم تصور مظلوط عشان مش هينفع نقول لكم اعملوا فرحتين يا مش هينفع. احنا كنا بنعصب مين اكتر فيكم. بنعصب اكتر. طب انا انت السؤال بالعكس بقى. انت يا مجدة كنت ترتاح مع مين فينا اكتر. انا عارفة عارفة الايجابة. انا مش عايزة واقع ما بينكم يعني. بس انت يعني كنت فترات يعني كنت وصدها نادا شوية بعدين بنقلبها وصدها ايمن. بس يعني كان مين لو بياخدوا القرار. انا كنت شايفة اقول كنت شايفة وصدها ايمن. لا ما هو ده تأثير نادا الخفي. احنا انت بتاخد القرار? لا. اذا هي بتقول لك القرار وتجي بتقول لهم نحن. يا وصدها ايمن. هنقطع كل ده غيابا بس يعني احنا اتنين اكيد. بوسي احنا بنلعب كتير يعني هادي الفكرة ان انتو كلكم موهوبات جدا جدا وعندوكو حضور على الكاميرا وعندوكو حاجة فنيا يعني تقدموها وفي حياتكو شخصيات درامية جدا. وفي كلكو في نفس الوقت فيه طريقة مختلفة من وقت للتاني في ازاي ممكن ترتاحوا او ازاي ترتاحوا قدام الكاميرا او ازاي ممكن تبقوا يعني تتشجعوا في حاجة فنيا. كل واحد فيه ليه طريقة فانا بحيث ان انا ايمن وفريق العمل طول وقت كنا بنحاول ايه نحتوي المواقف. بس ايه مش فكرة تعصبية او غير وهي فكرة او حد بيعص حد. هي فكرة اللي احنا مرتبطين بيه جدا. وبقى عندنا علاقة قوية. واحيانا ان بقى في الفيلم انت زي ما انت عارفة فيه شخصيات بتاخد قراءات مختلفة. حد هيكمل في المصر حد مش هيكمل. حد هيعمل حاجة معينة في حيات الشخصية. فاحيانا بيبقى صعب علينا ان نشوف ده انت باهم ازاي ومحتاجينك برضو كسناه اقف ليه مناخد مسافة تمام? فاحيانا صعب انه في حد بيعامل حاجة بيقوله ارجوك بتعملهش. او ارجوك اعمل ده اللي انت بتفكر فيه بقى لك سنة ميت سنة. اه بس ما اقدرش ندخل. انا في الاخر احنا بنعمل فيلم اه 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 ومحتاجين المسافة دي. فده كان بيبقى صعب على المستوى الشخصي عشان علاقتنا قوي بيكون. احنا ببساطنا بالاربع سنين والله يا سيد عين. كنت عايزة برضو اعرف اه يعني عايزكم تحكولي شوية عن أنتم صنع أفلام عن تجربتكم في الصنع الأفلام ومين أكتر حد أنتم بيلهمكم في صنع الفيلم ده لا بديدي أنا عايز أسمع تجربتك صنع أفلام ده تاني فيلم طويل لنا وعملنا أفلام قصيرة بس ده برضو حاجة غاصة جدا لأن أول فيلم طويل لنا كنا احنا أبطال وكان في بابا نادا ومامة نادا فكان في حاجة كده لي علاقة بالعالم اللي احنا عارفينه اللي عايزين نستكشفه وعايزين نسأل إسئلة فيه فأعتقد أن ده أول فيلم برضو بالنسبة لي هو تجربة شخصية اللي أنا بشوف شبابي فيكم وأشوف مراقتي أنا برضو بدأت يعني حياتي كطبيب وبعد كده نقلت كارير بتاعي كصنع الفيلم فكنت بشوف نفسي لحظات كتيرة في الفيلم بس برضو أنتو شخصيتم اختلفة عني مكنتش عارفكو قبل الفيلم فإن أنا بقى أبتدي نفتح كده ونتوسع ونسيفر ونشوف الناس ونتعرف عليهم يبقى عندنا علاقات مش بس معيكم مع الأهيلي حتى لو ما طلعتش في الفيلم ها كنا بنقعد ونشرب شي وندردش أنت عارفها يعني وتعزمونا عندكم في البيوت وبنروحها الأماكن اللي أنتو بتروحوها كل الكلام ده هتخلني ده من الزبالية تأجربة يعني قدتني كتير يعني تعلمت منها كتير وحايا بقى أكمل ده حايا بقى أكمل أستكشف عوالم ما تشافتش بلي كده وقصص ما تشافتش بلي كده وحاجات تمس النسفة عن شبه شبه اللي احنا عايشينه أنا كنت بحيب السينما من وانا صغيرة من وانا عندي خمس سنين مثلا كانت حاجة بالنسبة لي مبهرة جدا والقعدة قدام التلفزيون أو المروح مع بابا للسينما دي كانت حاجة بتفرحني وبتخلي حياتي كده مبهجة وممتعة وانا صغيرة جدا كنت بقول ان انا عايزة بقى مخرجة ووالدي لما جيت في سنوي اختار كلية قال لي انت هتدرسي سينما صح وانا كنت في هذه اللحظة فتاعة ندية جدا وقلت له لا انا مش هدر السينما طالما انت قررت بزبط ما دم انت بتقول لي كده لا مش هعمل سمعك كلام ده طبيعي اي مراقب ستات بقى احنا كده فدرست هندسة بس مع بداية الدراسة حسيت ان الحاجة الوحيدة اللي انا عايزة عملها في حياتي هي السينما وانا فعلا بستمتع بشكل عام بمشاهدة الافلام وبقدردشة مع صنوع الافلام حوالين افلامهم اتعاملت ازاي وظروف الشغل يعني التقنيات كل حاجة بالنسبة لي السينما ممتعة جدا ومبهرة وبحسنها بتتوصلني بالناس يعني اللي هو سواء من خلالنا اتفرج او ان انا اتكلم او حتى في علاقتي مع ايمن احنا نص كلامنا عن السينما بتيالي لو ما كناش ما بيننا السينما بهذا مش هنتجوز يعني مش هنفضل متجوزين يعني اللي هو صح؟ انا حسنا اعرفة جبت السؤال ده بس انا عايز اسأله نظرتكو او خلفياتكو او ثقافتكو اثرت على الفيلم بتاعنا لما اتعمل الفيلم رفعت عيني للسماء اهم بس باقي اكيد زي ما قلتك انا في الاخر انا كنت شغل في مجال معين وقررت ان اسيبه وعمل لنا بحبه اللي هو الافلام وده ما كانش سهل زي ما ما كانش سهل ليكي انك ما مونيكا عايز اتغني وزي ما هاي دي هتبقى رقصة بلي فانا كنت بشوف نفسي فيكم يعني في اللحظة كتيرة كنت بشوف نفسي في اللي بيحصل في حتى يعني في ماشاة فيلم مش موجود تمام وانتي في القاهرة وبتحاول يتقدمي يعني فيه صح وانتي وانتي ماشي في الشارع وانتي رايح تقدمي في المكان اللي انت كنت رايح تقدمي فيه ده حرفيا دي كام الشارع انا مشايت فيهم برضو وانا عندي 23-24 سنة فكان كانني كنت بشوف نفسي من اول وجديد وبمر بالتجربة تاني فده كمين حاجة بتساعدني ان انا اعرف تاني انا ليه اللي انا بعمله ليه انا بعمل افليم اللي انا سبت مجالي وروحت اعمل مجال بشتغل في الافليم وضغط دي حاجة بتساعدني بدلوقتي ان انا اعيد علاقتي بالحرفة اللي انا بعملها او بصناعة السينما وقت كتير بشك في صوتي او انا ببقى عارفة الحاجات ومش متأكدا انها هتحصل او بشكك فيها فانا مثلا من اول ما قابلتوك اول مرة كنت حاسة ان احنا لنا رحلة مع بعض ان هي مش تبقى مقابلة مرة وخلاص انا هنفضل على علاقة سين بس فضلت كذا سنة ما بجيش ابتدي تصوير معي اللي هو بقول لنفسي لا دي يعني اللي هو دي مصادفة سعيدة وعادي ما فيش حاجة فانا اعتقد على مدار الفيلم في اوقات كتير سواقفت امتى بنصور وليه انا كنت ساعت ببقى عارفة حاجات بس شكة شوية او مقلقين وحتى كان وحتى مروحكو كان انا من جوايا كنت عارف يعني كنت عارفة ان الفيلم هيروح كان وكنت عارفة انه كوه هتيجو وكلكو كان ومع ذلك فضلت رغاية اخر لحظة متوترة جدا ويا شك بتاقلي بعد الفيلم انا حاسة ان انا شوية ابتدت بقى مصدقة صوتي لداخلي او بالنسبالي اللي هو لما بسمع نفسي بقول حاجة كده في المهي مبقعدش اقول لا 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 بقول غالبا يعني اللي هو ده ممكن يبقى حيحص بس انتوا متشابهين في دانتر اتنين انتوا الوقت بتفكروا كتير قبل ما بتعملوا الحاجة وبتشكوا في الحاجة لانتوا مجدى اكتر شخصية شبهي في الفيلم هحقول لك على سير انت الفترة طويلة اصلا في الاول كنا بنعمل كده يعني كنا بنعملش حاجة لصورناها وحاجة شبه كده كنتيش معنا خلص يعني طول الوقت انت كنتي اكتر واحدة في الخلفية مش موجود انك قعدت فترة طويلة يعني مش عايزة تقولي حاجة غالي ما تصقي فينا تماما وتعرفي ان فيه علاقة متبادلة اول ما فتحتي بقى بقيت واحدة من الشخصيات الرؤسية بس ده اخد فترة طويلة انا لسه بفكر معاستي بقول انا شبه وستاذ اي كويس انو شايفينه شبه وستاذ انا ده بس انا بقول اعرفت هو بيعزيني لي عشان انا حياتي شبهها شبهها دهي بس انا من جوه شبهها دهي والله شرف لي احنا نحوصين انا بحبكوا جدا انا بحبكوا يعني طول وقت بتكلم مع عليك وعنوكو شكرا يا مجد شكرا لكم شكرا شكرا لكم عملتون الفيلم شكرا جدا جدا فيلم وكو يا مجد فيلم ناس وان شاء الله كل الناس تشوفوا في السينما يوم ستة 11 يوم ستة نوفمبر في السينمات في مصر كلها ومن �نين بقى ان نستشوفوا ونتفرج عليه وكلهم يقول لنا رأيهم ويبعطولنا وحنا نبقى موجودين في السينمات ح cafeterيما موجودة في السينمات ونقابل للناس ونتفرج معيهم وننبسط ونشوف حاجة مختلفة تلمسهم أكيد أنا متوقعة لده تفعل كيف ده خلاص يعني كارير 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 مزيعة خلاص استنونا في حلقة جديدة من جونا فيلم بود كل يوم على مدار أيام مهرجان جونا السينماي تقدروا تسمعوا الحلقات الجاية على كل منصات البودكاست وتشوفوها كمان على يوتيوب جونا فيلم بود من إنتاج تي بي بي